يسعدنا مجدداً أن يكون معنا اليوم السيد اللواء محمد عبدالواحد خبير الأمن القومي والمتخصص في الشؤون الإفريقية سيدة اللواء أهلاً بحضرتك فاني كيف رأيت ما حدث خلال الأيام القليلة القادمة من لقاء رؤساء أجهزة الاستخبارات فيما سمي منتدى أجهزة الاستخبارات العربية وهذه الحقيقة نقطة تحول في إطار التنسيق المشترك يمكن بدأ هذه الأيام بشكل أكبر وكان حقيقة مخابرات العامة المصرية التي ننظمت هذا المنتدى برئاسة الوزير عبدالسكان أولاً المنتدى جاء في وقته تماماً يعني إحنا في أشد الحاجة إلى مثل هذا التعاون الاستخباراتي في هذا التوقيت نظراً لتعدد التحديات والتهديدات اللي بتواجهها المنطقة العربية وكلها تقريباً تحديات وتهديدات مشتركة ولو إحنا إذا لم نتيقص لها فقد تعصف باستقرار المنطقة بالكامل وقد تهدد المنطقة بالكامل وبالتالي كان واجب علينا أن ننصق خاصة استخباراتين في هذا المجال ونقلل شوية خلال الفترة القادمة من التدخلات الخارجية في الشأن العربي تدخلات بمعناها شامل سواء تدخلات عسكرية والعسكرية هنا لها شقين إما بطريقة مباشرة زي تدخل مباشر زي ما حصل قبل كده في العراق أو زي ما النيتو دخل في ليبيا أو بطريقة غير مباشرة وهي من خلال دعم فصائل أخرى من بعيد ولكن تدخلات عسكرية أو تدخلات غير عسكرية وأغلبها بيقلب عليها الطابع الغير عسكرية اللي هي الأعمال الاستخباراتية زي دعم صورات زي تقويد أنظمة حكمة زي تهديدات للسياسات اللي موجودة زي تغيرات اجتماعية تؤدي فيما بعد إلى تغيرات سياسية زي الإرهاب كل دي أعمال استخباراتية وبالتالي لما تبقى التحديات اللي أنا بواجهها خلال الفترة دي كلها تحديات استخباراتية من باب أولى أنا راخر أن أنا أحاربها بطرق استخباراتية وليس بطرق عسكرية فكان لهذا المؤتمر لي أهمية كبرى أن يعقد في هذه الفترة أجلس الإخباراتي يا أستاذ مصطفى الحقيقة أصبح دورها كمان تجاوز الدور التقليدي وهو التجسس أو مكافحة التجسس أصبح دورها بيوصل كمان أنها تستطيع أنها تبقى فاعل في شكل العلاقات الدولية ده استطيع أن تؤثر في السياسات الخارجية وأبسط مثال على ذلك ما شفنا مثلا دور المخابرات الإيرانية حتى في التفاوض في مشكلة الملف النووي الإيراني مع الاتحاد الأوروبي قبل 2015 وده اللي خلى الرئيس ترامبي يتراجع لأنهم لها بدور كبير جدا في أنهم يقيدوا هذه الاتفاقية النووي لعبها زباة مخابرة مخابرة الألمانية في توسطها بين الولايات المحدة الأمريكية وما بين حرك الطالبان وهناك عمليات كثيرة جدا فيها هذا التعاون المشترق ما بين أجهزة الاستخبارات ودورها كمان بدأ ياخد شكل إيجابي زي بدأت كمان الأجهزة المخابرات تاخد دور غير التجاسس أو مكافحة التجاسس تاخد دور الاتصالات السياسية أو نسميها المخابرات السياسية أو في العلم الأكاديمي يسموها الدبلوماسية الاستخباراتية زي ما حصل مع ليبيا وما حصل مع السودان وحصل مع السيوبيا تمام بالزبط كده طب ليه هنا الأجهزة المخابرات بتتدخل أو ممكن أنها تؤدي دور أجهزة الدولة ما تقدرش تأديه يعني مثلا أجهزة الدولة المنوطة بالعمل الدبلوماسي أولا ساعات الدور ده أجهزة المخابرات لديها القدرة على أنها تتعمل في بيئات مختلفة سواء بيئات شائكة أو بيئات صعبة أو بيئات ساخنة فيها أحداث كثيرة جدا أجهزة المخابرات لديها القدرة على العمل السري أكثر لديها شبكات من الاتصالات المعقدة والكبيرة جدا أن تستطيع أنها توظفها هذه المعلومات آه عشان تصلح بيها تحسن بيها مصالحها وتكسب مصالح كثيرة جدا أجهزة المخابرات كمان الأنصر الهام أنها دايما بتشارك في صنع السياسات العامة للدولة يعني فكرة الأمن القومي حتى العربي عشان نسيغوا مين لها سيغ الأمن القوم العربي آه هم النخب النخب الحكمة بشقيها السياسي والأمني لكن اللي بيحددوا عوامل أخر زي الترقومات التاريخية زي الجغرافيا السياسية زي الموجودين على الأرض اللي بيكتبوا التاريخ والجغرافيا وزي الرؤى المستقبلية كل دا أنا بسيط جهاز المخابرات بيبقى قريب من النخب الحاكمة في صنع السياسات العامة للدولة وبالتالي بيبقى فيه نوع من تزليل العقبات عشان يقوم بعملية زي عملية مصالحة مثلا يعني لو افترضنا إن إحنا عايزين نعمل نتولى عملية المصالحة اللي في ليبيا من خلال المنتضى العربي الاستخباراتي يعني لو إحنا اتحدنا وعملنا مجموعة عمل سدقني هتنجح عملية المصالحة في ليبيا لإني عندهم ملكات وعندهم كمان أموال المخابرات يعني أموال المخابرات لها أموال سرية ولها مصاريف سرية للصرف على مدفع فعنده أدوات سريعة جدا للحركة يستطيع أنه يتجاوز بيها الروتين والبيروكراطية اللي موجودة في أجهزة تانية طيب إلى جانب هذا المنتدى كان فيه زيارة مهمة جدا لرئيس الكونغو ما أهميتها؟